رمضان هلو صيدلانياته مهمة قلت اعمل لكم معلومات خفيفة لطيفة على هيئة سندوتشات خفيفة على الماشي بعنوان صيدلانيات رمضانية يلا بينا نعرف معلومتنا النهاردة شام النسيم هو أقدم عيد شعبي في الدنيا وبيفتخر بالمصريين باعتباره عيد خاص بيهم وبمصر بغض النظر عن عقائدهم الدينية شام النسيم عيد مصري قديم من حوالي 2700 سنة قبل الميلاد يعني عيد عمره أكتر من 4700 سنة اسم شام النسيم جاي من كلمة شامه وهي كلمة أصلها هيروغليفي عيد شام النسيم عند المصر القديم بيعلن بداية الحياة لأن المصر القديم شاف أن الربيع بداية الحياة لأن الظهور بتتفتح في الربيع وكمان الزرع بيخرج من أرض المصر القديم كان بيحتفل بشام النسيم بنفس الطريقة اللي لسه موجودة لغاية النهاردة فكان بيأكل البيض الملون والفسيخ والسردين والبصل والخص وكل حاجة منهم بترمز لرمز زي البيض اللي هو رمز خروج الحياة لأن الكتكوت بيخرج من جميد والفسيخ أو السمك المملح أموماً كان تعبير من المصر الأديم عن حبه للنيل لأن السمك بيجي من النيل والبصل اللي كان رمز الحياة عند المصريين القدامة وكانوا بيعلقوه على الجدران بتاعت بيوتهم زي ما بيحصل عندنا لغاية دلوقتي والخاص اللي كان اسمه عيب بالهيرغليفي كان بيعتبر من النباتات المقدسة وكان معروف من الأسرة الرابعة الاحتفال بشام النسيم عند المصر الأديم كان مهرجان شعبي بيبتدي مع طلوع شمس اليوم وكان بيقضي المصريين في الفصح في الجناين وعلى شط النيل وبيكون شام النسيم يوم لاتنين اللي بعد عيد الفصح واللي بيكون يوم حد ناكل ونتبسط لكن ناخد بالنا من الأملاح الزيادة لو سمحتم علشان صحتنا صوماً مقبولاً بصحة وسعادة للجميع سلام